السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا اليوم عن العدسات المحدبة والعدسات المقاعة فإذا كانت المراية الكروية هي التطبيق العملي لإنعكاس الضوء فإن العدسات هي التطبيق العملي لإنكسار الضوء أي أن العدسات تكسر الأشعة الضوية الساقطة عليها وهنا نود التأكيد على أن رسم مخططات الأشعة لابد من تدريب الطلاب على رسمها فسوف نتحدث في البداية عن العدسة المحدبة بالنسبة لرسم مخططات الأشعة للعدسة المحدبة هناك ثلاثة أنواع من الأشعة تخرج من رئيس الجسم الشعاع الأول هو الشعاع الذي يمر بالمركز البصري للعدسة هذا الشعاع يمر بدون انكسار الشعاع الثاني يمر بالبؤرة وينكسر موازياً للمحور الأساسي بالنسبة للشعاع الثالث هو الشعاع الموازي وينكسر ماراً بالبؤرة نلاحظ هنا أن العدسة المحدبة تجمع الأشعة بعكس العدسة المقاعرة التي سنراها في التسجيل القادم بأنها تفرق الأشعة أيضاً أود الحديث هنا بالنسبة للعدسة المحدبة أو بالنسبة للعدسات بشكل عام أن الصورة التقديرية بالنسبة للعدسات لا تتكون خلف العدسة وإنما تتكون أمام العدسة بينما الصورة الحقيقية تتكون خلف العدسة طبعاً بعكس المرايا في المرايا كانت الصورة التقديرية تتكون خلف المرأة والصورة الحقيقية تتكون أمام المرأة أما بالنسبة للعدسات فالعكس تماماً الصورة الحقيقية تتكون خلف العدسة والصورة التقديرية تتكون أمام العدسة ترجمة نانسي قنقر